السلام عليكم ورحمة الله كيفية تفعيل خاصية تدوير الوضع الأفقي على عاتف سامسونج أندرويد طريقة سألة جدا يا أصدقائي فقط تقوم بالبحث على زر الضبط أو الإعدادات ها هو كما ترون تضغط عليها بياتي الطريقة ثم بعد ذلك تبحث على خانة اسمها الشاشة الرئيسية أي تدخل إليها بياتي الطريقة وتقوم بصحب الشاشة للأسفل وسوف تجد خانة اسمها تدوير إلى الوضع الأفقي غير مفاعلة أنت سوف تقوم بتفعيلها بالضغط على هذا المكان هكذا وكذا تتم العملية بكل نجاح يا أصدقائي وهنا نصل لنهاية هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بوضع زر لايك وأيضا للشراك بقناتنا فضلا وليس أمرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر